ضمن احتفالات المملكة بالذكرى الخامسة والسبعين للإستقلال أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بوسام مئوية الدولة على المثلث الرحمات بطريارك المدينة المقدسة فيندكتوس الأول حيث تسلم الوسامة غبطة البطريار كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر عمل الأردني وفلسطين كان هذا ضمن فعالية احتفالية ملكية مهيبة جرت مراسمها في قصر رغدان العامر لتكريم كوكبة من رجالات الوطن والرواد في مختلف المجالات